المقاربة السياسية في المنطقة عليها أن تتغير لا تطالب الفلسطينيين أن يقدموا مبادرات جديدة نحن نقول لكم نعم حقنا الفلسطيني واضح في كل فلسطين لكن نحن من أجل ما هو ممكن بالتوافق الفلسطيني والعربي نقول 67 67 عاصمتها القدس مع حق العودة هذا المطلب الذي توافق العرب والفلسطينيون عليه إذا استطاع الأمريكان والمجتمع الدولي أن يجبروا إسرائيل عليه عندما يتحقق ذلك عند ذلك ناقشوا الدولة الفلسطينية بما تريدون نعم أولا نحن ماضونة في المصالحة أمس تصلت بالأخ أبو مازن يوم الجمعة لدينا لقاء في القاهرة للإطار القيادة المؤقت للمنظمة هناك خطوات في التشاور في تشكيل حكومة الوفاق الوطني هناك تحضيرات لموضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هناك تفعيل منظمة التحرير والتنظيم للقاءاتها إلى حين انتخاب مجلس وطني جديد ولجة تنفيذية جديدة هناك معالجة للإشكالات الأمنية أو الحريات العامة للشعب الفلسطيني هناك لجة المصالحة المجتمعية هناك مسارة تنضي طررنا أن نخرج من دمشق مع أن النظام في الماضي كان داعما لنا أيضا اختلفنا مع الإيران حول ما يجري في سوريا أثر ذلك على العلاقة لكن ما زالت علاقتنا مع إيران قائمة ونحن حرصون على استمرار علاقتنا بكل دول العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي من يناصرون في قضيتنا ولكن نحن لسنا في مأزق اليوم إذا حصل بعض التغيرات نتيجة أحداث الربيع العربي فإن كان بعضها أفقدنا بعض الدعم لكن البعض الآخر أضاف لنا سندا إضافيا حلفاء جدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر